بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالجميع هذه تتمة لسلسلة كانوا ملوكاً فيها تسريط الضوء على الأسر الحاكمة التي حاكمت بعض البلاد الإسلامية اليوم وما آل إليه أمرها وكلامنا اليوم عن السنوسيين في ليبيا ما خبرهم وأين هم اليوم السنوسيون الذين كانوا يحكمون ليبيا ينتسبون إلى أسرة شريفة النسب فهم من الأدارسة الحسنيين من ذرية علي بن أبي طالباً رضي الله عنه ولهم جهود إصلاحية ودعوة مباركة انتشرت في القرن التاسع عشر الهجر الميلادي وامتدت إلى منتصف القرن العشرين وكانت لهم طريقة صوفية شهيرة ولهم جهود إصلاحية ولم يكونوا كبعض الصوفية ممن يقتصر على الجانب العبادة فقط وإنما كانت لهم جهود علمية ودعوية شهيرة جداً بل كانت لهم مناضلة وجهاد ضد الطليان الذين اعتلوا ليبيا في خبر يطول ذكره ويكفي أن نعرف أن من آخر تلاميذ هذه المدرسة البطل البجاهد عمر المختار رحمه الله تعود نشأة الأسرة السنوسية الحاكمة في ليبيا إلى مؤسسها محمد بن علي السنوسي رحمه الله تعالى والمولود في سنة 1787 من الميلاد نشأ في بيت علم وفضل ولما تولى الحكم كان قد عمل معروفاً كبيراً فإنه كان يعترض قوافل العبيد التي يخرجها الأوربيون من أفريقيا إلى أوروبا يعترضها وهي بالمئات فيأخذ هؤلاء العبيد ويقيمهم عنده يدعوهم إلى الإسلام ويمكثون عنده أربع سنين ثم يرسلهم إلى قراهم دعاة إلى الله وينفق عليهم وهم هناك ظل السنوسيون يحكمون ليبيا وعمل خير في أرجائها وجاءهم الكثير من طلاب العلم والدعاة والمصلحين وانتشر الخير والإصلاح في نواحي ليبيا ولما جاء الطليان المحتلون إلى نواحي ليبيا ووقفوا مجاهدين بذلوا أرواحهم وأنفسهم دفاعاً عن وطنهم في الرابع والعشرين ديسمبر من سنة 1951 أعلن ملك ليبيا في ذلك الوقت محمد إدريس السنوسي رحمه الله أن ليبيا منذ اليوم صارت مملكة مستقلة وهذا الرجل كان رجلاً صالحاً ولم يكن له ذرية ولذلك جعل أخاه محمداً ولياً للعهد محمد الرضا لكن محمد الرضا توفي في سنة 1955 فجعل ولياً للعهد بعده ابنه الحسن الرضا واستمر الحسن الرضا يدير شؤون الدولة الداخلية والخارجية عن عمه حتى في أثناء وجود عمه في الأول من سنة 1969 حدث انقلاب عسكري على الملك محمد إدريس السنوسي وهو مقيم في تركيا في زيارة خاصة هناك وكان الانقلاب بقيادة الملازم آنذاك معمر القذافي ابن أخيه كان مقيماً في ليبيا ولذلك تم إلقاء القبض عليه ووضع تحت الإقامة الجبرية وعانى هو وأسرته معاناة شديدة أما الملك محمد إدريس السنوسي فهو كان يدير دولة نفطية لكنه لم يكن عنده شيء تكفلت تركيا بإقامته في الفندق ثم نقلته إلى اليونان وكل هذا على حساب تركيا ثم نقل إلى مصر وأقام فيها إلى أن توفي في سنة 1983 ودفن في البقيع بجوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بالنسبة لولي عهده فإنه قد حكم في السجن لمدة سنتين وظلت أسرته رهن الإقامة الجبرية أحد عشر عاماً وأحرق بيته في سنة 1983 فانتقل إلى منزل صغير وصيب بجلطة بالمخ بعد ذلك وانتقل إلى لندن للعلاج مع ابنه الأمير أحمد في سنة 1988 حتى توفي في حدود سنة 1992 رحمه الله تعالى السؤال الآن أين هم السنوسيون هل هم موجودون داخل ليبيا أم خارج ليبيا في سنة 1992 لما فتحت وصية الولي العهد الأمير الحسن السنوسي وجدوا أنه قد جعل وريثه في ولاية العهد ابنه الثاني الأمير محمد السنوسي محمد السنوسي من مواريد سنة 1962 وهو رجل أعمال ويقيم في لندن وله بعض النشاطات الاجتماعية والسياسية داخل ليبيا أيضا من مشاهير السياسيين السنوسيين المقيمين في ليبيا رئيس مجلس برقة أحمد الزبير السنوسي والذي أرادها أن تكون إقليما ذاتيا منفصلا بعد الثورة على الرئيس السابق معمر القذاب ما زال السنوسيون موجودين في ليبيا وفي خارج ليبيا خاصة بعد سنة 2014 لما قررت الحكومة الليبية رد الاعتبار للملك السابق محمد إدريس السنوسي ورد الجنسية الليبية له ولأسرته مع رد جميع المخصصات التي أخذت منهم سابقا ترجمة نانسي قنقر